مناكفات سياسية وتحميل مسؤوليات ضجت بها قاعة مجلس الامن الدولي خلال جلسة دعت اليها روسيا لمناقشة تداعيات الضربة الامريكية على سوريا والعراق في حدث يبدو انه نجح في اثارة مخاوف حقيقية من اتساع نطاق الصراع في غزة لا سيما ان الميليشيات الايرانية تواصل استفزازاتها وسط تهديد ووعيد من واشنطن مفادها ان الضربات لن تكون الاخيرة نائب السفيرة الامريكية في الامم المتحدة روبرت وود وصف ضربات بلاده بانها ضرورية ومتناسبة مع حق الدفاع عن النفس مع الاشارة الى ان الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في مزيد من النزاع لكن في الوقت ذاته طالب مجلس الامن الدولي بالضغط على طهران لكي تتوقف الهجمات التي تشنها فصائل موالية لها على القواعد الامريكية في سوريا والعراق في الجهة المقابلة حيث تقف روسيا والصين وجهت الدولتان انتقادات الى امريكا حيث اتهم المندوب الروسي فساليني بينزا الولايات المتحدة بتأجيج الوضع في الشرق الاوسط والحاق الضرر بالنظام العالمي عمدا بهدف حماية المكانة المهيمنة للولايات المتحدة في العالم بدوره قال نظيره الصيني جون شانج انه من المرجح ان تفاقم الاجراءات الامريكية حلقة الانتقام المفرغة في الشرق الاوسط متهما واشنطن بانتهاك سلامة الاراضي السورية والعراقية ايران الدولة المعنية بالقضية بشكل الرئيس ومع اصرارها على نفي علاقتها بأي جهات تستهدف القواعد الامريكية في سوريا والعراق اعتبر مندوبها لدى مجلس الامن امير سعيد ايرواني الضربات الامريكية غير قانونية وغير اخلاقية مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاتهامات الامريكية لبلاده مضللة ولا اساس لها وغير مقبولة وفي خضم المناكفات السياسية لا تزال الامم المتحدة تحاول اتقان دور الوسيط بين الدول حيث دعت روزماري دي كارلو نائبة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية الى مواصلة التعاون الحثيث مع جميع الاطراف لمنع مزيد من التصعيد الذي يقوض السلم والامن الاقليميين في محاولة لنزع فتيل توتر يهدد العالم والمنطقة منذ بدء اسرائيل العدوان على غزة في اكتوبر الماضي